بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله وفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الرسول أما بعد السنن الرواتب يعني سنن مرتبة مع الفرائض نعم السنن الرواتب ركعتين قبل الفجر ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء أهم هذه السنن الرواتب ركعتين الفجر لا تترك لا في حضر ولا في سفر خير من الدنيا وما فيها الرواتب ركعتين لو يجمع لك كل أموال الكرة الأرضية هي أفضل من هذا صلاة الوتر السن مؤكدة واضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر أقل الوتر خطأ 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 يقول أقل الكمال قليل لكن كامل ثلاث ركعات نعم خطأ خطأ طالاء فطأ خطأ دجاء خطأ 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 خミل ص repet يصلى بين العشاء والفجر نعم لكن قلنا واضب النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر تعرف من نفسك أنك تستيقظ قبل الفجر أجل الوتر إلى قبل الفجر وإذا تعرف من نفسك أنك تنام أو تر قبل أن تنام نعم عندنا صلاة العيدين أهل الإسلام عندهم عيدين فقط عيد الفطر الذي يأتي بعد رمضان وعيد الأضحى يأتي في ذو الحجة بعد الوقوف بعرفة الأصل أن الصلاة تكون في المصلى خارج المسجد خارج البنيان لكن لو صلى في المسجد يصح يصلي فيهم ركعتين في الركعة الأولى سبعة تكبيرات مع تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة انتقال نعم قلنا صلاة يشرع لها اجتماع جهر نعم نعم صلاة الخسوف أو الكسوف نعم مفهوم المعنى تمام يصلي ويطيل الصلاة حتى ينكشف لأن هذا آية من آيات الله الله سبحانه وتعالى يخوف بهذا العباد على ما لنا حتى نرجع إليه سبحانه وتعالى نعم الإمام يصلي بهم الله أكبر استفتح يقرأ فاتحة ثم يقرأ سورة طويلة الله أكبر يركع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يقرأ فاتحة وسورة طويلة لكن أقصر من السورة الأولى الله أكبر ركوع liberated الله أكبر سجود الله أكبر يجلس الله أكبر يسجد الله أكبر يقوم للثاني يقرأ الفاتحة سورة طويلة الله أكبر يركع سمع الله لمن حمد الفاتحة وسورة الله أكبر يركع ثم يرفع يسجد يجلس يسجد يجلس تحيات يسلل أربع ركوعات في ركعتين صلاة غريبة غريبة بالنسبة لبقية الصلاوات نعم صلاة الاستسقاء إذا يعني احتاج الناس لنزول الغيث الإمام يواعد الناس يوما يخرجون يكثر في هذا اليوم الناس من الفعل الأسباب الموجبة لرحمة الله سبحانه وتعالى الصيام الاستغفار الصدق الخروج من المظالم نعم الاستسقاء مثل العيدين صلاة الضحى وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس يعني شوف أنت تنظر في التقويم بعد إشراق الشمس طلوع الشمس تصلي بعدها نعم إلى قبل أذان الظهر تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة نعم تصلي من ركعتين إلى ثمانة ركعتين 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 نعم نعم عندنا أيضا نفل مطلق تصلي لله ركعتين ركعتين في غير أوقات النهي أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة أوقات بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس قبل صلاة الظهر تقريبا عشر دقائق من تسليم الإمام من صلاة العصر إلى أذان المغرب هذه الأوقات الثلاثة لا تصلي فيها النفل المطلق يعني لله ركعتين ركعتين هكذا لكن يصلى فيها الصلاة ذات السبب ذوات الأسباب نعم مثاله تذكر صلاة مثلا لم يصليها صلاة فريضة أو كان نام واستيقظ هذا الوقت يصلي نعم أضاء المفروضة تحية المسجد سنة الوضوء ركعتين سنة الطواف صلاة الاستخارة نعم طيب الصلاة لابد لها صلاة الفريضة لابد لها من أذان وإقامة نعم وفي السفر كذلك في الحضر وفي السفر إذا كان هناك أذان يعني كنت مثلا في الغابة في كذا وسمعت الأذان لك أن تقيم وتصلي لا إشكاء لكن إذا لم يسمع الأذان وجب عليك أن تؤذن وتقيم وتصلي نعم سجود السهو يعني السجود الذي السبب المؤدي إليه هو السهو للعمد نعم أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة نقص شك الأول زيادة الشيخ إبراهيم هدانا الله وإياه في صلاة الظهر قام إلى الخامسة تقوم أنت خلفه تصلي تقوم لا تجلس التشهد تقول له سبحان الله يعني ما بس ما تحدث تشويش في المسجد مظاهرة في المسجد هذا في آخر المسجد سبحان الله لا هذا خلفه قال سبحان الله يكفي في المسجد النبو في المسجد الحرام يكون بعيد جدا عن الإمام لا يرى الصفوف الأولى أصلا يرد على الإمام سبحان الله يعني أنا منتبه تمام فالإمام قام للخامس أنت تجلس تقول له سبحان الله لابد متى تيقن أنه زاد يخطع يجلس مباشرة ما يصنع ولا يقول ولا كلمة نعم الثاني النقص ننظر نقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بالركن نعم يعني مثلا ترك الفاتحة نسي نسي الفاتحة ووصل إلى في الركع الثاني ووصل للتشهد الأول هذه الثانية كلها باطلة لابد يرجع إلى الفاتح يقرأ ويكملها نعم الثالث الشك نأتي إليه اتركوه الآن تمام عندنا الشك ينقسم إلى قسمين نعم داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة في الوضوء في الصلاة في الطاة وفي كل العبادات نعم أي شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقاً ولو كان تسعة وتسعين بالمئة انتهى من الصلاة وشك أنه في الركع الرابعة ما قرأ الفاتحة نعم الصلاة هنا صحيحة لو رجع وعد الصلاة آثم الله أكبر كبر الشيخ إبراهيم جاء إلى الشيطان قال الشيخ إبراهيم متوضي قال لا أدري قال ما رأيك نراجع لا هو قال الله أكبر على أنه متوضي صح لا يمشي وراء الشيطان ولا الوساوس لو خرج من الصلاة آثم يقطع هذا الشك نعم دخل توضى ثم دخل المسجد وبدأ يمسك في رأسي هل مسحت رأسي أولاد انتهى الوضوء لو رجع وعاد الوضوء آثم طاف سبع أشواط وصل ركعتين سنة الطواف خرج إلى الصفة قال والله أشك تسعة وتسعين بالمئة أنها ستة ليست سبعة أشواط انتهى الطواف لو رجع آثم جاء رجل إلى إمام من الأئمة قال يا إمام إني أنغمس يعني يدخل بأكمل وفي البحر أو في مسبح أو في بركة وبرميل وأخرج وأرى مني شيء لم يصبه الماء ممكن نعم ماذا علي قال لا تصلي قال لماذا تسقط عن الصلاة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم أي إنسان وسوس تقول عندنا خيارين لك إما أنت ترك الوسواس أو ترك الصلاة أنت مجنون إيش يختار يختار ترك الوسواس نعم لأن يعبد الله ما يعبد الشيطان تمام انتهينا إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا ينتفت إليه إطلاقا حتى يأتي اليقين مئة بالمئة نعم الثاني أن يكون الشك داخل العبادة هذا ينقسم إلى قسمين قليل الشكوك كثير الشكوك يعني إنسان عنده شكوك كثيرة يعني دائما يسجد للسهو هذا كثير الشكوك نعم ماذا يصنع لا يلتفت إليه إن الشك ثلاثة وأربعة دائما أربعة ليس عليه سجود سهو مفهوم وبهذا ينقطع الوسواس بإذن الله قال هذا أنا مرة واحدة كل سنة ممكن أسجد للسهو هذا قليل الشكوك إمام في المسجد النبوي له أربعين سنة يصلي بالناس ما حفظ عنه مرة واحدة أنه سجد للسهو لماذا الدنيا هناك في الخارج مفهوم جوال طول الصلاة كيف يصلي والله لا يستطيع يجلس حتى مجرد يسلم يفتح الجوال والله شيطان كبير هذا الجوال نعم إلا من رحم الله يشغلك عن الله سبحانه وتعالى طيران صلي نعم وضع طيران وصلي نعم قليل الشكوك شك ثلاثة وأربع ركعات نقول أيهما أرجح عندك قال أربع إذن اجعلها أربع واسجد للسهو قال غلبة الظن ثلاث ركعات ثلاثة هات الرابعة واسجد للسهو قال ما ترجح عندي شيء هنا تبني على الأقل متى يسجد للسهو الأئمة عندنا في الغالب يسجد قبل السلام حتى لا يحصل إشكال مع المصلي نعم الله أكبر يسجد سبحان رب العالم في كل سجود في سجود الصلاة في سجود السهو في سجود الشكر في سجود التلاوة نعم الله أكبر رب يغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر لا يتشهد هنا يسلم الشيخ إبراهيم الله أكبر بدل أن يسلم قال التحيات لله وانتبه سهى في السهو هو سهى في الصلاة هناك وسجل الآن سهى في السهو نعم ماذا علي لا شيء يسلم نعم سجود الشكر سجود الشكر يكون عند تجدد النعم واندفاع النقم قالوا للشيخ إبراهيم السيارة موجودة في الخارج وهذا المفتاح المرسل قال الله أكبر سجد نعم سبحان ربي الأعلى تمام أو اندفاع النقم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاء خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا نعم سجود التلاوة سنة في خارج الصلاة وداخل الصلاة حتى الخطيب لو قرأ الخطيب في الجمعة وقرأ آية سجدة يصحا يسجد ويسجد الحضور نعم الإمام الآن إذا سجد للسهو لابد أنا المأموم أسجد مع الإمام للسهو لا للتلاوة نعم حتى القارئ الآن يقرأ قرآن وجاء آية فيها السجدة وسجد القارئ أسجد أنا الشيخ إبراهيم في السيارة مرسيدس مشغل الرادي على صلاة التراويح مكة نعم هل يسجد قل الشيخ العظيمين لا لأنه يستمع إلى الرادي لكن لو كان في الحرم هناك يسجد نعم طيب إبراهيم هو يسوق المرسيدس الآن يقرأ 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 قرآن ما شاء الله جاء آية فيها السجدة وهو يسوق يسجد يصح يومي نعم والله أعلم وصلى الله على النبي محمد والصحبه والسلم جزاكم الله وخيرك هذا الصغير تعال لا لخلفك تعال نعم هذا من المواضبين على الدرس طيب نتوضى بعد الصلاة في درس